بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناءنا وابنتنا طلبات وطلبات الصف السل الصناعي لأقسام ميكانيكية أقسام تشغيل المعادن والتشكيل واللحام والسباكة والنمازج أهلا ومرحبا بكم وبرنامجكم في بيتنا مدرسة ورجعت لكم تاني في مادة التخطيط وإدارة الإنتاج في الحلقة اللي فاتت كنا خدنا في مادة التخطيط وإدارة الإنتاج خدنا أنواع الشركات خدنا أنواع المشروعات خدنا كمان مقاومات المشروع الصناعي أو عناصر المشروع الصناعي اللي بتتمثل في الأرض وفي رأس المال وفي العمالة وفي الآلات والمعدات اللي بنستخدمها والبنية التحتية والخمات بذكرك وبفكرك أن احنا كان عندنا مجموعة من العناصر المهمة اللي بيتبنى عليها المشروع الصناعي واللي كانت الأرض اللي كان لازم يتوفر فيها مجموعة شروط وكانت الشروط دي أنها تكون قريبة من مصادر الطاقة وتكون قريبة من الخدمات وتكون قريبة من الطرق كمان كان عندي الخمات بتاعتي كان فيه خمات نصف مصنعة وخمات أولية وخمات منتهت الصنع وخمات مستهلكة كان عندي في العمالة عمالة عادية وعمالة فنيين عاديين وفنيين مهرة وفنيين زو مهارات خاصة وقلنا أن احنا رأس المال اللي حنستخدمه في المشروع الصناعي قلنا أن رأس المال دي إما رأس المال الخاص أو رأس المال اللي أنا جايبه بالمديونية اللي عن طريق القروض اللي قلنا أن أنواح قروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل قلنا بعد كده أن احنا عندنا فرق ما بين كلمة شركات ومشروعات قلنا أن الشركات فيه شركات التوصية البسيطة وشركات المسئولية المحدودة وشركات التضامن إنما لما كون بتكلم عن مشروعات بتكلم عن المشروع ده هيقدي إيه؟ هيقدي خدمة؟ هل المشروع ده هيطلع إنتاج؟ هل المشروع ده من المشروعات المغزية اللي بتغزي الصناعات الكبيرة؟ ويعرفنا بكده الفرق ما بين الشركات وما بين المشروعات النهاردة جاي لكم بدرس جديد ودرس مهم جدا وبيجي عليه أسئلة كتير في الامتحانات هو النظري بتاع مادة التخطيط جزء خاص بالشركات والمشروعات وطريقة تمثيلها والجزء الثاني خاص بالأعمال الإدارية وحساب التكاليف وحساب سعر البيع وبعد كده بتنتقل إزاي تحسب تكاليف وتصنيع أي منتج طب هو الجزء الخاص النهاردة اللي احنا هنتكلم فيه إيه الدرس بتاع النهاردة احنا هنتكلم عن الأقسام الإدارية في المشروع الصناعي الأقسام الإدارية يعني الأقسام اللي بنيجي فيها نحدد مسئوليات المخازن نحدد مسئوليات المشتريات نحدد إزاي حنعمل جودة ونحط الأسس للجودة بتاعتنا في عمليات الحسابات بتاعتنا والأجزاء الإدارية اللي بتتحكم في المشروع الصناعي طيب هو أنا دلوقت الأقسام الإدارية دي أول قسم حناخده إيه؟ أول قسم عندي هو المخازن والمخازن عندي لها مسؤوليات كبيرة جداً ليه مسؤوليات كبيرة جداً؟ لأن أنا المخزن بتاعي أكيد حيكون بخزن في الخامات اللي دخلها للتصنيع دي نمرة واحد نمرة اتنين أكيد المخزن بتاعي حيستقبل المنتجات اللي خرجها من عملية التصنيع يبقى المخزن حيخزن الحاجات الخامات اللي حتخش للتصنيع وحيستقبل كمان المنتجات اللي خرجها من التصنيع بس هو بيخزنها بس؟ لا ده مش بيخزنها بس ده بيخزنها وبيهيأ لها الجو الملائم والمناسب علشان تتنها بكفاءة وصلاحية كبيرة طب هو المخزن حيخزن خامات اللي دخلها للتصنيع والمنتجات اللي خرجها من التصنيع بس؟ لا ده كمان حيخزن عندي قطع الغيار عشان لو أي مكينة حصل فيها عطل أقدر أخد قطع غيار من المغزن وأشغل بها المكينة بطريقة سريعة وبالتالي يبقى المغزن بتاعي بقى بيخزن خمات منتجات قطع غيار وكمان حاجة اسمها العينات إيه هي العينات؟ العينات دي كذا نوع من العينات العينات دي ممكن تكون العينا اللي أنا عايز أصنع زيها العينات دي اللي ممكن تكون عايز مورد يورد لي زيها في حاجة زي قطع الغيار مثلا العينات دي ممكن تكون العينا اللي أنا حعرضها علشان الناس اللي حتيجي تشتري مني يبقى العينات دي اتكلمة عينات هي مفهوم كبير جدا العينات مفهوم بيتكلم عن العينات اللي حشتغل زيها أو اللي حبيع عليها أو اللي حيتورد لي زيها طيب هي دلوقتي المخازن دي لما أنا حاجي أعمل عملية تخزين جوه المصنع وأنا بخزن جوه المصنع لازم أخلي بالي من عدة نقاط الأول نقطة هو أنا الحاجات اللي حدخلها جوه المصنع دي وأنا بدخلها حدخلها كده يدوي عن طريق عمال بيشتغلوا بالمناولة اليدوية آه اسمها مناولة يدوية مناولة يدوية المناولة اليدوية مش معناها أن احنا بنشيل بأيدينا بس لا ده أنا بستخدم آلات يدوية زي الكوريك العادي والعجلات اليدوية وهكذا إنما ممكن يكون عندي منولة آلية كلمة منولة آلية يعني بستخدم السيور والدلافين الحاجات الدورة اللي ممكن أحط عليها حاجاته وتتحرك فأنا دلوقتي لما حاجي أعمل عملية التخزين لازم حخلي بالي أنا بشتغل بطرق يدوية أو بطرق آلية وفي نفس الوقت وأنا بشتغل بالطرق دي لازم أخلي فيه مكان للتدفق عشان أدخل الحاجة بتاعتي جوه المخازن وأخرج منها بس بشرط إن اللي يخش الأول يخرج الأول يعني ما ينفعش أكون أنا بخزن كاراتين لمادة غزائية والمادة الغزائية دي بيتورد لي منها النهاردة حاجة وبكرة حاجة وبعده حاجة تقوم لما أدخلها المخزن لما يجي ينطلب إن أنا خرج من المخزن ما خرجش بتاع النهاردة لأ ده أنا خرج اللي دخل الأول من ثلاث يام أو من أسبوع ليه؟ عشان أحافظ على صلاحيتها وما أسببش فيها تلف بإنها تقعد وقت طويل جوه المخزن طيب تعالوا مع بعض نشوف كده على الإسلايز بتاعتنا إزاي حنعرف المخازن والأقسام بتاعته نبص كده مع بعض إحنا بنتكلم النهاردة عن درس اسمه الأقسام الإدارية والأقسام الإدارية دلوقتي بالمشروع الصناعي قلنا حنبدأ فيها بالمخازن والمخازن دي دلوقتي حتكون الهدف من المخازن هو تهقيقة الظروف المناسبة للتخزين لتخزين إيه بقى؟ لتخزين المواد والأدوات والمهمات والأصناف والمحافظة عليها يبقى أنا حخزن أدوات ومهمات وأصناف وحافظ عليها من جميع العوامل المؤسرة في خصائصها عشان ما غيرش في خصائصها ولا في طبيعتها لأطول مدة ممكنة ومنها إيه بقى؟ إن أنا حستقبل الخامات وافحصها ودأيدها في الدفاتر نمرة اتنين إن أنا وفر التخزين السليم لكل نوع على حدة عشان نفصل الأنواع عن بعضها نمرة تلاتة أصرف الخامات ورائبها يعني المخزن حيستقبل حاجات داخلاله وحيخرج منها حاجات بعملية الصرف زي ما مكتوب كده نمرة أربعة استقبال المنتجات وأعدادها هيبقى أنا بدخل خامات وبدخل منتجات الخامات بتدخل المخزن وتخرج منه علشان تتصنع وبستقبل كمان المنتجات اللي خرجها من المصنع طيب أنواع المخازن المخازن عندي بيبقى فيه مخزن اسمه المخزن الرئيسي المخزن الرئيسي ده اللي هو المخزن العمومي تخيل كده معايا أن أنت دلوقتي عندك شركة موجودة في مكان فبيبقى عندي مخزن عمومي للشركة زي مثلا الشركة والمخزن العمومي بتاعها في القاهرة بعد كده حيبقى عندي مخازن فرعية في المحافظات وبعد كده مخازن إقليمي يبقى المخزن الرئيسي اللي هو المخزن العمومي وده هو تهيئة الظروف المناسبة لتخزين المواد والأدوات والمهمات والأصناف والمحافظة عليها من جميل العون وأسرها في خصائصها وطبعتها لأطول مدة ممكنة ده مخزن عمومي بتاع المخزن الكبير نمرة اتنين المخزن الإقليمي والمخزن الإقليمي ده هو الذي ينشأ لخدمة الجهات والمناطق المحيطة يبقى ده حيروح لمكان زي المحافظات كده في الأماكن البعيدة عن المركز الرئيسي عن المخزن الرئيسي وهو أحد وسائل إمداد هذه الجهات يبقى أنا عندي مخزن رئيسي عند الشركة الرئيسية ومخزن إقليمية مثلا في المحافظات بتاعتي بعد كده نمرة ثلاثة عندي المخزن الفرعي والمخزن الفرعي ده هو المخزن اللي بيمون بأصناف ترد إليه من المخزن الإقليم يعني دلوقتي المخزن الرئيسي أو العمومي بيورد الأصناف للمخزن الإقليمي والمخزن الإقليمي بيورد للفرعي ده بيورد في محيط له وده في محيط مناطق تانية صغيرة زائد إن المخزن الفرعي بيبقى له تصريح بالشراء في حدود مالية معينة لما يكون محتاج لبعض الحاجات تعالى بعد كده نعرف الغرض من مخزن العينات هو مخزن العينات ده بيعمل إيه؟ قلت في أول الحلقة إن العينات ديت حاجات أنا بوديها عشان يتصنع زيها أو أوريها للموردين أو أقارن عليها وأعمل عليها عمليات القياس والإرشاد يبقى الغرض من مخزن العينات إعطاء الفرص للمتعهدين والموردين للإطلاع على العينات النموذجية قبل التقدم بعطائهم للاسترشاد بها نمرة 2 استرشاد لجان الفحص للأصناف الموردة أنا دلوقتي لما يبقى عندي أصناف بتتورد يعايز أعمل عملية استرشاد لها هروح أجيب العينات من مخزن العينات علشان أعمل عليها عملية القياس أو أسترشد بيها إذا كانت سليمة ولا مش سليمة يبقى نمرة 2 استرشاد لجان الفحص للأصناف الموردة بالعينات في عملها ومطابقة التوريد على العينات نمرة 3 التحفظ على العينات النموذجية المصلحية وعينات التجار المقبولة لما يكون عندي عينات نموذجية جدا أحتفظ بيها علشان أعمل عليها عملية المقارنة والقياس نمرة 4 التحفظ على عينات التجار المرفوضة والغير مطابقة للمواصفات عشان حكتين عشان العينات المرفوضة دي محدش يرجع يوردها لي تاني وفي نفس الوقت أكون شايف الشكل المعيب حيكون واصل عندي إزاي واختر الناس بها في مدد محدد طيب طرق المناولة في المخازن المخازن عندي قلت أن أنا عندي منولة اسمها المناولة اليدوية والمناولة اليدوية دي هي وسيلة لمناولة الأصناف الخفيفة بس حيث لا يمكن الاستغناء عنها وهي تعتمد اعتماداً كلياً على العنصر البشري وطبعاً بيتم نقل المواد الخفيفة يدوياً إلا إذا ثبتوا أن عملية أنها عملية غير اقتصادية ليه؟ لأن ممكن المواد دي تكون خفيفة بس يكون فيها مواد سائلة وتسبب لي أضرار بتحتاج عملية المناولة اليدوية إلى الآتي نمرة واحد عدد كافي من الحملين الناس اللي بتشيل نمرة اتنين صلاحية ومهارة الحملين لازم يكون لهم عندهم مهارة ويكون عمل لهم اختبارات على المهارة علشان ما يحصل ليش إفساد أو أعطال لبعض الأجزاء اللي أنا بعمل لها عملية التحميل نمرة ثلاثة إشراف مباشر مستمر على الحملين لضمان حسن تأدية عملهم بسرعة ودقة لازم يكون فيه سرعة في العمل ويكون فيه كمان دقة مطلوبة وديناميكية منتظمة يعني محدش فيهم بيعطل التاني طيب من طرق المناولة بتاعتي المناولة اليدوية اللي أنا اتكلمت عليه طيب الأدوات اللي أنا بستخدمها في المناولة اليدوية إيه نمرة واحد وحدات نقل زي العجلات الصغيرة بتحرك يدويا بواسطة عالتالي وعمالي المغزن وهذه تستخدم في المخازن الصغيرة نمرة اتنين الضرفيل وهي عبارة عن قطبان حديدية تستخدم في نقل الطرود الثقيلة إلى داخل المغزن بس بتكون الطرود مغلفة نمرة ثلاثة السقائل وهذه تستخدم في حالة وجود آلات رفع التفريغ أو تعتيق الطرود اللي هي السقالات يعني على سيارات النقل العام وهي عبارة عن كتلة طويلة من الخشب السميك تنتهي بخطاف يثبت في الجزء العلو منها ليمسك بحفة طابلية السيارة وعند تحميل السيارة يعني اللي هي بنعمل جزء مايل بالخشب علشان نزحلق عليه الطرود بس الطرود دي لازم تكون مغلفة نروح بعد كده نشوف طرق المناولة في المخازن تاني طريقة وهي المناولة الألية المناولة الألية أولاد هي وسيلة لمناولة الأصناف باستخدام المعدات الألية يعني أنا حقلل العمل البشري شوية علشان أقلل في الأخطاء واخد دقة وصرعة في الشغل طب هي بتعمل لي ايه؟ بتتميز بايه؟ سرعة التسليم والتسلم نمرة اتنين الاستغلال الاقتصادي للمساحة المخزنية نمرة تلاتة ضغط التكلفة الإجمالية للمناولة لتوفير عامل السرعة والأمان صحيح أنا حزود التكلفة شوية بس حيديني سرعة وأمان في عملية المناولة نمرة اربعة المحافظة على المواد لأن دي طبعا آلية فالعامل البشري فيها قليل فالنسب الخطأ أو الخطر حكون أقل نسبية نمرة خمسة الاستغلال الاقتصادي للبعد المخزني الرأسي يعني حقدر أخزن جوه المخزن رأسياً وأفقياً كمان وخفض تكلفة المخزون من ناحية عنصر استهلاك مباني المخزن طيب أسس استخدام المناولة يعني أنا لما أكون بعمل المناولة إيه؟ الأساسات اللي حيكون حططها في اعتباري نمرة واحد مبدأ مبدأ التدفق يعني يكون فيه أماكن لخروج ودخول الحاجات اللي أنا بخزنها ما تكونش سدالي الطرقات يعني تخصيص صلاة وأماكن تخزين لكل نوع من المواد على حدة يعني المواد يكون كل جزئية بتتخزن في مكان علشان ما يحصلش أخبطها وفي نفس الوقت أكون بطلع كل واحدة بالوسيلة اللي تناسبها نمرة جي موجود ممرات كافية واسعة لسهولة التحرك نمرة ده اللي يجب مراعاة الأسس والقواعد السليمة عند التستيف وترتيب المواد بالمخازن يعني إيه يجب مراعاة الأسس والقواعد السليمة عند التستيف وترتيب المواد أنا عندي حاجات مواد صلبة ممكن تتستيف يعني تترصف وقبعضها وفي مواد ممكن تكون محطوطة داخل جراكن يعني مواد سائلة ممكن ما تقبلش أنها تترصف وقبعضها ولكن ممكن تتحط بشكل رأسي والشكل الرأسي ده بس حتكون مش رأسي على بعضها رأسي على أرفف حاجات تانية ممكن تكون بتتستيف بس الطريقة زي الطريقة بتاعة الرصات يبقى لازم أبقى عارف الأسس السليمة اللي حستتيف بيها ورص بيها كل حاجة داخل المخزن نمره اتباع مبدأ ما يتسلم أولا يصرف أولا وعلى مستوى الصلاة التخزين يعني أنا دلوقتي لو في حاجة دخلت المخزن يوم واحد في الشهر وحاجات دخلت المخزن يوم اتنين في الشهر وحاجات دخلت المخزن يوم تلاتة في الشهر لو يوم اربعة في الشهر حد طلب مني أن أنا أصرف من المخزن حاجة ما صرفش بتاعي يوم تلاتة أصرف بتاعي يوم واحد الأول وبعدين أصرف يوم اتنين وبعدين أصرف يوم تلاتة علشان أحافظ على صلاحية المواد ومتركش المواد أو الأشياء اللي أنا بخزنها داخل المخزن لموضة طويلة تأثر على الصلاحية بتاعتها نمرة واو تحديد عدد العمال اللازمين للمناولة الآلية وتدربهم على استعمالها طبعا بما إن فيه مناولة آلية يعني هيكون عندي سيور وعندي ضرفيل وعندي خططيف الحاجات دي كلها لازم هيكون شغالة آلي يبقى محتاجة حد ما تدرب عليها وبالتالي لازم أكون محدد عدد العمال اللي أنا عايزهم لا يكونوا الزيادة عن الحد ولا يكونوا أقل من الحد وفي نفس الوقت يكونوا مدربين على استعمال المناولة الآلية طب إيه الشروط الواجب توفرها لأمن المخزن؟ ارجعوا لي كده ونشوف عايزين نتكلم مع بعض في أمن المخزن أنا دلوقتي لما يكون عندي مخزن والمخزن ده أنا بخزن فيه مجموعة من المواد المخازن عمتا فيه أمن مخزن حتكلم عن التهوية يعني المخزن لازم تكون فيه تهوية جيدة علشان قلة التهوية دي ممكن تسبب أعطاب في الحاجات اللي أنا بخزنها نمرة اتنين إن أنا أشوف مستوى الرطوبة فيها نمرة تلاتة الإضاءة علشان الناس وهي بتعمل عملية التستيف للحاجات اللي بتتحط في المخزن تبقى عارفة هي بتروس إزاي نمرة أربعة إن أنا تكون عندي طفيات حريق موجودة في كل مكان بمعنى إن أنا لو عندي رصات موجودة في أركان لازم تقريبا جنب كل رصة فيه طفيات حريق إلا إذا كمان كنت أنا عامل نظام إطفاء أوتوماتيكي مثلا هيبدأ يتعامل لقدر الله مع أي حريق لازم تكون الأرضيات دي مناسبة لعمليات التخزين إنها ما تكونش أرضيات زلقة فيتحرك من عليها الحاجات اللي أنا مخزن عليها إنها تكون أرضيات مضادة للحريق مضادة للصدمات علشان ما تأثر ليش على الإيه على المواد اللي أنا بخزنها لأن أنا ممكن أخزن أشكال كتير من التخزين داخل الصناعة بتاعتنا ممكن تكون مواد بتتأثر بالرطوبة ممكن تكون مواد بتتأثر بالحرارة ممكن تكون مواد بتتأثر بالتهوية الزيادة ممكن تكون مواد ممكن لو تحركت من مكانها وحصل لها صدمات يتأثر شكلها ويحصل لها تشوه يبقى دي كلها عوامل لازم أخلي بالي منها في أمن المخزن تعال نشوف العوامل دي كده مع بعض الشروط الواجب توفرها لأمن المغزم نمرى واحد توفير معدات إطفاء الحريق بكافة أنواحها بداخل وخارج المغزم نمرى الإطفاء ده إزاي؟ يعني أنا حاودي طفيات الحريق في كل مكان داخل وخارج إزاي؟ يعني خلي بالك أن أنت فيه طفيات ممكن تكون طفيات رغوية علشان المواد البترولي ممكن تكون طفيات تانية بساني أكسيدي الكربون علشان لو عندي حاجات فيها كهربية يبقى لازم أحدد نوع الطفيات مع نوع الحاجات اللي أنا مخزنها داخل المغزم يبقى توفير معدات إطفاء الحريق بكافة أنواحها بداخل وخارج المغزم من طفيات الحريق دي نمرى ألف الطفيات الرغوية الخاصة بإطفاء النيران والتي تشتعل في المواد البترولية والتي لا يجوز استعمال المياه لإخمادها نمرى به الطفيات الكيموية وتستخدم عند وجود مورد مياه زاد ضغط عالي نمرى جيم طفيات ساني أكسيدي الكربون ونمرى دال طفيات رابع كولوريد الكربون نمرى هي تزويد المعدن بحنفية حريق زاد ضغط مياه عالي بمدخلها نمرى واو أننا توفير خراطيم المياه اللازمة بجميع المستلزمات من لكورات وبشبوري علشان أخذ منها ضغط المياه وأقدر أوجهها لمكان الحريق وأن تكون الخراطيم من الطول بحيث تغطي كل المساحة يعني لازم يكون لها أطوال كبيرة عشان أقدر أتحرك بيها يبقى نمرى واحد توفير معدات إطفاء الحريق وعرفنا أن معدات الإطفاء ممكن تكون الطفيات الرغوية أو ساني أكسيدي الكربون أو الكولوريد أو الحنفيات ويكون لازم يكون معاها خراطيم طويلة طيب نمرى اتنين أعمل تدريب للعاملين على أسلوب التصرف السريع في حالة حدوث الحريق لقدر الله وإزاي يستعمل معدات الإطفاء بكافة أنواعها عشان يبقى كل عامل موجود داخل المخازن بيقدر يتصرف فيه الظروف الحريق نمرى ثلاثة نشر تعليمات الوقاية دايما نكون لازقين في كل جارم بين جوانب المغزن تعليمات للوقاية في الأماكن بتاعتي إزاي أعمل إسعافات إزاي أتصرف مع الحريق أعرف إزاي أتعامل مع الحريق ده لو كان من مادة كيموية أو مادة بترولية أو سبب كهرباء أو مواد صلبة ويكون عندي أرقام تليفونات أتصل بها بسرعة وأنا بتصرف نمرى أربعة يجب أن تكون جميع التركيبات الكهربية داخل المواسير مدفونة بالحوائط ما يكونش عندي أي تركيبات كهربية ولا أسلاك خارجة خارج الحوائط علشان ما تتسبب ليش فيماس أو شرر كهربي يؤدي إلى الإيزاء طيب إدارة المشتريات إدارة المشتريات يا أولاد درجعوا لي كده إدارة المشتريات عندي لها مهام كبيرة وهمة جدا إدارة المشتريات في أي مشروع صناعي هدفها أنها تحافظ على منسوب معين منسوب معين؟ آه منسوب معين منسوب معين من إيه؟ منسوب معين من حاجات كتيرة قوي يعني أنا دلوقتي لو عندي المصنع وممكن تحصل فيه أي أعطال فأنا محتاج لقطع غيار وبالتالي لازم إدارة المشتريات تكون محققالي منسوب معين أي عدد كافي من قطع الغيار اللي أنا ممكن أستخدمها أو أحتاج لها في أي وقت والمنسوب ده ما يقلش يعني مثلا مثلا يعني لو أنا عندي مكينات شغالة والمكينات دي كل فترة بتحتاج قطع غيار أقول إن المنسوب بتاعي عشر قطع غيار من القطعة دي مثلا يبقى أنا دلوقتي عندي في المغزن عشرين قطعة أو الملائل عشرين قطعة وصلوا لعشرة إدارة المشتريات تروح تزودهم طب هي قطع غيار بس؟ لا طبعا لو أنا عندي شغال في شركات مثلا زي شركات البسكوت مثلا يبقى أنا دلوقتي عندي كميات من الدقيق كميات من الزيوت كميات من مكسبات الطعب كميات من السكر الكميات دي كلها لازم ما تقلش عن حد معين أول ما وصل للحد ده ما ينفعشي المصنع يطلب منها ويقول له مفيش لازم تبقى دايما موجودة جوه المصنع يبقى إدارة المشتريات دي بتعمل إيه؟ بتروح توردلي تجيبلي الحاجات اللي أنا محتاجة جوه المصنع وتحافظ على نسبة منها طب إدارة المشتريات دي بتروح تشتري إزاي؟ بتروح تشتري إما بالأمر المباشر أو بتشتري إنها تعمل مناصة أو إنها تعمل حاجة اسمها الممارسة مناصة ممارسة بالأمر المباشر مناصة ممارسة أمر مباشر المناصة يا أولاد إن إحنا نعمل إعلان والإعلان ده يكون داخلي وخارجي يعني ممكن الإعلان ده يكون داخل البلاد أو خارجها ونعمل المناصة دي الناس تبدأ تقدم لي عطاءات والعطاء ده عبارة عن مواصفات فنية وأسعار مواصفات وأسعار وبعد كده تيجي لجنة تعمل فضل المصدريف دي تشوف العطاءات وتجيب لي أحسن مواصفات بأقل أسعار طب إفرد دلوقتي ما تقدم ليش ألا واحد من حق ألغي المناصة طب إفرد دلوقتي الحاجات اللي حتتورد مش جاية بالمواصفات اللي أنا عايزها من حق ألغي المناصة طب الممارسة الممارسة يعني نعمل نشاط كده زي المزاد طب وبالأمر المباشر بالأمر المباشر يعني أنا أروح من نفسي طبعا أنا بعمل المناصة والممارسة دول علشان عندي مجموعة شركات كبيرة ممكن توردلي الحاجة اللي أنا عايزها كذا شركة سكر ممكن يوردولي منها فأنا بختار شركة واحدة منهم تقدم لي مواصفات فنية من أحسن المواصفات وأسعار من أقل الأسعار إنما لو كان الحاجة اللي أنا عايز أشتريها موجودة في مكان واحد بس يبقى أنا حعمل مناصة ليه أو ممارسة ليه إذا كان الحاجة اللي أنا حشتريها موجودة في الجهات الحكومية بس يبقى أنا أعمل مناصة ليه واللي ممارسة ليه ما نروح أشتريها بالأمر المباشر لو كانت الحاجة اللي أنا حشتريها الدولة محددة سعرها في كل الأماكن متحدد مواصفاتها ومتحدد سعرها يبقى أنا كده في الحالة دي أنا مش محتاج ولا أعمل منقصة ولا أعمل ممارسة يبقى الأساس بتاعي اللي أنا بتكلم عليه أن أنا عندي إدارة للمشتريات هتجيب لي كل الأصناف اللي أنا محتاجها وتسبتها عند منصوب ما قلش عنه وإدارة المشتريات هي اللي هتبدأ تحدد لي طريقة الشراء وتروح تشتري والجيب لي الحاجة اللي أنا عايزها إذا كانت بالمنقصة إذا كانت بالممارسة إذا كانت بالأمر المباشر تعالوا نشوف مع بعض كده إيه إدارة المشتريات بتعمل إيه وبتحدده إزاي نبص مع بعض إدارة المشتريات أهداف ومسؤوليات إدارة المشتريات هي المحافظة على تموين المنشأة مما يلزمها من مواد ومهمات وآلات لضمان حسن تنفيذ البرنامج الإنتاجي نمرأ اتنين تخفيض رأس المال المستثمر في المواد والمهمات يعني أن أنا أشتري الحاجة بأقل أسعار ممكنة نمرأ ثلاثة منع تكرار ما يؤدي إلى تراكم الأصناف أنا بشتري الأصناف عشان أورضها وما يكونش فيها تراكم منها إلا مع التدفق اللي أنا بحتاجه داخل عمليات التصنيع نمرأ أربعة الحفاظ على مستوى الجودة الذي يناسب عمليات المنشأة نمرأ خمسة شراء مستلزمات المنشأة من المواد والمهمات بأقل تكلفة مع مراعاة الجودة نمرأ ستة المحافظة على المركز التنافسي للمنشأة بالنسبة لغيرها من مع تحقيق الأرباح أي أرباح ممكنة ولكن لازم يكون فيه تنافس ما بيني وما بين الشركات التانية طيب أنواع الشراء إيه؟ الشراء عندي بيكون بالمنقصة أو بالممارسة أو بالأمر المباشر يبقى أنواع الشراء اللي قدرت المشتريات ممكن تجيب لي بيه اللي أنا محتاجه حيكون بالمنقصة أو بالممارسة أو بالأمر المباشر طيب تعال ناخد أول واحدة منهم المنقصة طيب المنقصة هي إيه؟ هي مجموعة من الإجراءات المحددة بقصد الوصول إلى أصلح عطاء ويتم الإعلان عنها محليا ودوليا يعني جوه البلد أو خارجها بهدف توسيع النطاق المتقدمين للعطاء أنا عايزة توسع في النطاق المتقدمين ليه؟ أنا محتاج أعلى جودة بأقل سعر يبقى لازم يكون قدامي خيارات متاحة كتير وعشان كده بعمل عنها إعلان محليا وإيه؟ ودوليا طيب المنقصة الإجراءات السابقة لإجراء المنقصة إيه؟ آه عشان أعمل المنقصة لازم أكون عارف أنا محتاج إيه؟ وححتاجه بكميات قد إيه وإزاي وليه؟ يبقى نمرة واحد خط التنفيذ المشروع أنا بنفذ المشروع فمحتاج لبعض إيه؟ الحاجات اللي تتورد زي الخامات مثلا نمرة اتنين مسئولية تحديد المواصفات التفصيلية يعني يجي لي حد يقولي الحاجات اللي أنت عايزني أشتريها من بره دي المشتريات بتاعتي دي لها مواصفات ويحدد المواصفات عشان أطابقها مع المواصفات اللي حتتقدم لي في المنقصات نيجي بعد كده توصيف العينات يبقى عندي عينة علشان أطابق عليها النمرة أربعة الإعلان عن المنقصة أبدأ أعلن عن المنقصة وقلنا أن الإعلان عنها ممكن يكون محليا وإيه؟ ودوليا نمرة خمسة أحط كراسة شروط للعطاءات علشان الناس تشوف الشروط بتاعتي علشان يبقى فيه تعاقد والتعاقد ده اللي حيلزمني أنا اللي بيتورد لي وحيلزم كمان المورد نمرة ستة مدة تقديم وسريان العطاء العطاءات علشان الناس عند معاد معين يقدموا لي العطاءات بتاعتهم نمرة سبعة تقديم العطاءات عشان أشوف بقى أنا بعد كده أخذ كل عطاء واشوف مين الأنسب في العطاءات اللي اتقدمتلي طب تعالى كده من أنواع الشراء بقى تاني نوع إحنا خدنا المناقصة دلوقتي حناخد الممارسة طيب الممارسة عبارة عن إيه؟ يجوز الشراء أو التعاقد أو الاتفاق على تنفيذ الأعمال عن طريق الممارسة ممارسة يعني تفاوض نقعد نتكلم مع بعض زي المزاد كده يقوم يحصل تفاوض بموافقة السلطة المختصة يبقى أنا فيه ناس حتيجي تتفاوض معايا على الحاجات اللي أنا عايز أشتريها منهم بس على حسب السلطة المختصة بس في الأحوالة نين؟ نمرة واحد الأشياء المحتكر صنعها أو استرادها فيه حاجات ناس محتكرة صنعها أو استرادها يبقى الناس دي لازم أعود معاها وأعمل عملية إيه؟ تفاوض اللي هي الممارسة نمرة اتنين الأشياء التي لا توجد إلا لدى مورد بذاته برضو دي ممكن نعمل فيها منقصة يعني نعمل عملية تفاوض نمرة تلاتة الأشياء أو الأعمال التي لا يمكن تحددها بمواصفات دقيقة يبقى أنا دلوقتي مش هيبقى فيه مواصفات دقيقة فحاعد معا الناس دي وأتفاوض معاها إيه أك أفضل مواصفات ممكن أخدها منهم نمرة أربعة الأعمال الاستشارية أو الفنية يعني أنا دلوقتي عايز طبعا ما فيش حد بيشتري استشارة بس أنا باخد استشارة من حد وبتفعله تمن الاستشارة دي فيبقى الأعمال الاستشارية أو الفنية دي بتتم بالممارسة إننا نتفاوض مع الناس إنهم يدوني استشاراتهم إنهم يرسموا لي خطط تمام وياخدوا تمنها يبقى هنا الأعمال الاستشارية أو الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها إجراؤها بمعرفة فنيين أو خصين أو خبراء يبقى الخبراء دول كمان هتفاوض معاهم يعني نعمل معاهم ممارسة علشان يجوا يفيدوني بخبراته نمرة خمسة مقاولات الأعمال والنقل والتوردات التي تقضي حاجة الاستعجال الطارقة يعني مش حالحة أعمل بقى إعلان زي المناقصة مش حالحة أفض أعمل مظاريف ومواصفات وإجراءات وتعاقدات يبقى ممكن أعملها بعملية التفاوض اللي هي عملية الممارسة طيب ثالث نوع وأخذ نوع من أنواع الشراء هو الأمر المباشر والأمر المباشر أننا بيجوز الشراء بالأمر المباشر بوافق السلطة المختصة طبقا لجدوى الحدود الصلاحيات في أي منشأة بيكون فيه في الجزء الإداري صلاحيات للإداريين ما يتعدهاش عشان كده بتكرر كلمة طبقا لجدوى الحدود الصلاحات المالية والإدارية ويكون الشراء بالأمر المباشر تلبية لحاجات عاجلة يبقى المرواحد حاجات عاجلة ولا يجوز تأجزئة الشراء بغرض الالتجاء للأمر المباشر يعني ما ينفعش أننا جزء الشغل بتاعي وأقولها عشان حشتري بالأمر المباشر عشان تبقى التكلفة قليلة ويراء عدم تكرار استعمال الصلاحية لحالات الاتفاق بالأمر المباشر يعني ما ينفعش أتفق أننا أكرر عملية الشراء دي مع حد معين علشان ما يبقاش فيه نفع ما بينهم أكثر من مرة واحدة خلال السنة للبند الواحد يبقى أنا الحاجات اللي هتشارى بالأمر المباشر تتشارى مرة واحدة في السنة ويجوز الشراء بالأمر المباشر في الحالات الاتفاقية حشتري بالأمر المباشر إمتى؟ بص معايا بيجوز الشراء بالأمر المباشر قلت لك في المهمات أو المواد التي لا توجد إلا لدى شخص بذاته إذا كان هو واحد بس اللي موجود عنده الحاجة دي أنا حروح أعمل مناقصة ولا ممارسة لا حاخد فلوسي وروح أشتري منه نمرة اتنين الأعمال المرغوب تنفذها بمعرفة فني أو أخصائي أو استشاري أو خبير معين هو الفني ده اللي بيعرف يعملها هو الأخصائي ده بس اللي بيعرف يعملها هو الاستشاري ده بس اللي بيعرف يعملها وبالتالي لازم أروح لهو علشان ينفذها لي يبقى حروح له بالأمر المباشر المهمات المحدد سعرها بمعرفة الجهات الرسمية حاجات موجودة داخل المحلات مثلا وسعرها محدد ومواصفاتها محددة يعني مش هيختلف سعرها من مكان للتاني وبالتالي حروح أشتريها بأمر مباشر لا حعمل لها منقصة ولا حعمل لها ممارسة المهمات التي يتم شرؤها من جهات حكومية أو قطاع عام الجهات الحكومية أسعارها سبتة وبالتالي مش هروح أجيبها من كذا مكان هي جهة حكومية واحدة والمهمات التي ينص على شراءها من مورد أو مصنع معين طبقة لطلب العميل طيب السلفة بصوا أولاد ارجعوا لي كده أنا عندي دلوقت لما بيكون عندي أي منشأة زي مثلا بعض المنشآت الحكومية عندي حاجة اسمها السلفة والسلفة دي في حاجة اسمها السلفة المستديمة وحاجة اسمها السلفة المؤقتة السلفة المستديمة دي في الأعمال الإدارية أن أنا مع بداية العام المالي بيبقى فيه مبلغ معين اسمه السلفة المستديمة المبلغ ده أنا بصرف منه على الأعمال النسرية والحاجات اللي بتتطلب مني كل شهر تقريبا مبلغ سبتة زي المصاريف الماء مصاريف الكهرباء مصاريف التليفونات والمصاريف النسرية يبقى دي سلفة مستديمة مبلغ مستديم باقتطعه كده وبغده عندي في بداية السنة المالية عشان أتني أصرف منه على المصاريف السبتة اللي موجودة طب نفترض أن حصل ظرف طارق جزء وحصل له عطب حصل له أنه اتوقف وأنا محتاج أشتري قطعة غيار محتاج أجيب حد يصلحه أجيب خبير أو فني يبقى أنا دلوقتي حعمل إيه؟ حجيب واحد عندي من الأعمال الإدارية وأقول له خد مبلغه وروح بالمبلغ ده روح اشتري لنا قطعة الغيار اللي نقصانه وبعد ما يروح يشتري قطعة الغيار اللي نقصانه ويرجع يجيب فواتيره وانستف الأمور دي في الأعمال الإدارية يبقى لو الحاجات دي حاجات سبتة والمصاريف بتاعتها سبتة يبقى دي حتطلع من السلفة المستديمة إنما لو حاجات دي حاجات طارقة وبتطلع بصفة مؤقتة على بال ما نحط وراء وخطرها يبقى دي اسمها سلفة مؤقتة يبقى عندي سلفة مستديمة وسلفة إيه؟ مؤقتة تعالوا نشوفهم مع بعض كده السلفة تنقسم السلفة إلى السلفة المستديمة والسلفة المؤقتة وتوضح ما نصت عليه اللائحة أولا السلفة المستديمة السلفة المستديمة دي وهي عبارة عن مبلغ يعهد به إلى أحد العاملين بالوحدة الإدارية الحكومية من غير موظف الحسابات للصرف منه على المصرفات النسرية زي الحاجات السبتة مثل إيه؟ نمر واحد تمن الوجبات الغذائية التي تشترى في الحال بسبب تأخر المتعاهدين والموردين يبقى أنا لو احتاجت الوجبات الغذائية حاجبها من السلفة المستديمة يبقى السلفة المستديمة دي عبارة عن مبلغ من اللي بيشيله؟ حد من الحسابات؟ لا اقرأ معايا تاني وهي عبارة عن مبلغ يعهد به يعهد به إلى أحد العاملين بالوحدة الإيه؟ الإدارية الحكومية من غير عشان حجيلك في الامتحان ويقولك أن السلفة المستديمة بتكون مع أحد موظف الحسابات تقوله غلط يبقى من غير موظف الحسابات منه على المصرفات النسرية زي تمن الوجبات الغذائية لو الموردين ما جابلناش الوجبات المتعاهدين بيها يوميا نمر اتنين أجور البرقيات التي ترسلها الوحدات الإدارية داخل الجمهورية نمر ثلاثة الرسوم الجمهورية المستحقة على الطرود الباردية الوردة من الخارج ويتم استعراض المنصرف من السلفة المستديمة في نهاية كل شهر يبقى السلفة المستديمة بيكون مع واحد من القطاع الإداري بس ما يكونش من الحسابات بنجيب منه الحاجات اللي بتبقى نسرية أو الحاجات اللي بتبقى زي الحاجات اللي ما بيورداش الموردين زي ثمن الوجبات، ثمن البرقيات، الثمن بتاع الرسوم الجمهورية الجمهورية على الطرود طيب تعال في السلفة عندي تاني نوع اسمه السلفة المؤقتة والسلفة المؤقتة هو مبلغ ما يعهد به يعني مبلغ بين الدين واحد إلى أحد العاملين بالوحدة الإدارية الحكومية على زمة شراء أصناف أو أدوات لازمة للوحدة وتظل في عهدته إلى أن يقدم المستندات الدلة على قيامه بتنفيذ ما يكلف به يبقى الراجل اللي من واحدة الإدارية دي هيروح يشترين للأصناف ديت الفلوس ديت هتبقى ملزمة منه لغاية ما يجيب لنا فواتير يقول هو صرفها فين وازاج يبقى أنا دلوقتي تمام الحالات التي تستوجب فسخ العقد بقى لو عندي مورد بيورد لي حاجة إن أنا استعمال المتعاقد الغش والتلاعب لو هو بعد أنا ما كتبت معاه العقد عغم الغش أو تلاعب نمرة اتنين إذا ثابت أن المتعاقد مع الشركة قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد العاملين بالشركة نمرة ثلاثة إذا أفلس أو أعصر يبقى أنا دلوقتي لو عندي عقد العقد ده حيتفسخ إمتى لو عمل غش وتلاعب في معاملته مع الشركة إذا كان هو أو أي حد من طرفه ادى رشوة نمرة ثلاثة إذا أفلس أو أعصر وخلي بالك معايا من النقطة اللي جاية كويس أوش إيه بقى النقطة اللي جاية وفاة المتعاقد معه بس لو توفى المتعاقد معاه تستوجب فسخ العقد آه طب العقد ممكن يتنفس بعد الراجل ما يموت أيوة برضو إزاي يا مستر محمد لو هنا اللي توفى ده الورسة بتوعه جم قالوا لي إن إحنا ممكن نستكمل العقد وحنورد التأمين أقول لهم ماشي خلي بالك عشان في اللي امتحان لو جي قالك يتم فسخ العقد مع المتعاقد في حالة وفاته ولا يمكن استكماله تقوله غلط لا ده أنا ممكن استكمله بشرط إن الورسة هم اللي يقدموا الطلب ويقدموا واحد بتوكيل منهم هو اللي ينوب عنهم في عملية استكمال العقد ويورد الايه ويورد كمان التأمين يبقى إذا توفى المورد أو المقاول جاز للشركة فسخ العقد مع رد التأمين إذا لم يكن لها مطالبات قبله أو السمح للورسة بالاستمرار يعني الورسة ممكن يستمره في تنفيذ العقد بشرط أن يعينه عنهم وكيلا بتوكيل مصدق وعليه توقعاته طيب كما يجب الأخذ في الاعتوار في المهم الأتي حصر الأعمال والكميات دايما طالما في حد بيورد لازم أعمل حصر ليه الكميات بتاعتي علشان أشوف المورد بتاعي وارد لكل الكميات ولا لأ نمرة ثلاثة توفير الشركة الخامات والمهمات والأدوات نيابة عن المقاول يبقى أنا عندي المقاول ده لو وقف شغله أقدر أن أنا بسرعة أوفر الكميات والمهمات والأدوات اللي أنا عايزها معها ويضاف إليها 10% مقابل المصرفات الإدارية طيب كما يجب الأخذ في الاعتبار ايه؟ المستخلصات المستخلص ده يعني أنا بعمل مستخلص ختامي علشان أقول أنه هو ورد لي كل شغله وحط فيه البيانات الفنية والمراجعة المالية عشان أقدم له حاجة يقدر يصرف بيها الفلوس بتاعته بس لازم يجب اعتماد المستخلص الختامي لأي متعاخد مع الشركة في فترة أقصاها 6 أشهر من تاريخ أنه هو أنهى أعماله نمرة ثلاثة الإعفاء من غرامات التأخير لو هو تسبب في تأخير توريد بعض الحاجات اللي بيوردها لي أنا ممكن أحط عليه غرامة تأخير إنما أعفي من غرامة التأخير ممكن إمتى؟ لما يكون هو التزم بعد كده أو إن قال إن الحاجات دي تتأخرت عنده بسبب ناس كانوا بيوردوه له هو تاني يبقى يجوز للجنة البت إعفاء المتعاقد من الشركة مع غرامة التأخير بناء على طلب منه وعتماده من الإدارة المختصة مشفوعا بالمبررات الكافية والفعلية التي تؤكد أن تأخير التنفيذ كان خارجا عن إرادته وعلى أن لا يكون تأخير المقاول في التنفيذ سببا في توقيع غرامة على الشركة يعني هو لو كانت أخر عليها بحاجة وتوقع علي أنا غرامة تانية طيب طرق حساب التكاليف أنا ممكن أحسب التكاليف بتاعتي عن طريق تكاليف الشغلة يعني أنا بعمل شغلة فأقول أن التكاليف بتاعتي كل شغلة بتكاليفها إيه لوحدها يبقى بتستخدم هذه الطريقة في الأنشطة التي تنتج منتجات متنوعة وبمواصفات وكميات كل واحدة بمواصفات غير التانية يبقى كل منتج شغلة أحسب تكاليفه إنما ممكن أقول أن أنا بحسب التكاليف عن طريق المرحلة فأقول أن المواد اللي أنا بصنعها دي بتتعامل على مراحل اللي يبقى في بعض العمليات الإنتاجية بتتم من خلال عدة مراحل فأقول كل مرحلة بتتكلف قد إيه ووحسب تكاليفها نمرة ثلاثة طريقة تكاليف الخمات الخدمات الخدمات دي لما كنا أنا بعمل أنشطة خدمية وبيكون الناتج منها خدمات مثل خدمة النقل للركاب مثلا أو البضاعة في السكة الحديدية أو السيارات فبحددها عن طريق الخدمات يبقى تروح حساب التكاليف طريقة الحساب للشغلة طريقة تكاليف المرحلة طريقة تكاليف الإيه؟ الخدمات طبعا ناصر التكاليف دايما عناصر التكاليف أولاد بتكون عناصر مباشرة أو عناصر غير مباشرة العناصر المباشرة هي العناصر بتاعة المواد اللي حتدخل في تصنيع المنتج وحتتسبب في شكله النهائي زي المواد المباشرة زي العمالة المباشرة زي المصاريف المباشرة يعني أنت لو مصنع بسكوت مثلا عندك مواد مباشرة زي الدقيق عندك عملة مباشرة زي الناس اللي بتعجنه وتخبز مصاريف مباشرة زي المصاريف بتاعة الألات والمعدات المباشرة طب ايه يا المصاريف الغير مباشرة يعني المصاريف اللي حتخش في عمليات التصنيع والإنتاج ولكن مش هتظهر ومش هيكون لها دخل مباشر في المنتج النهائي انما هنا الدقيق والعملة المباشرة والمصاريف بتاعة الماكينات دخلت وحددت شكل المنتج النهائي طب الغير مباشرة إيه؟ التكاليف الصناعي، تكاليف الإدارة والتمويل، تمام، تمام، تكاليف التسويق والبيع يبقى دي كده مصاريف مباشرة ودي مصاريف غير إيه؟ مباشرة أو عناصر تكاليف مباشرة وعناصر تكاليف غير مباشرة تعال بعد كده، المواد المباشرة هي المواد والخامات التي تدخل في تكوين المنتج وتعطي له السمة الغالبة وتكسبه أكبر أو أغلب خواصه العمالة المباشرة، بيقصد بها قوى العمل اللي بترتبط ارتباطها مباشرة بالعمليات الإنتاجية المصاريف الغير مباشرة، وهي المصاريف التي يتم إنفاقها لإنتاج منتج أو خدمة معينة بذاتها وتم إنفاق تلك المصاريف على هذا المنتج بالتحديد دون سواه من المنتجات وعشان كده بيتم تحملها عليه طيب التكاليف الصناعية زي إيه؟ زي جميع المصرفات اللي بيتم إنفاقها عند أوامر التشغيل أو عند المرحلة، أو على المواد الغير مباشرة، أو على العمال الغير مباشرين زي العمال اللي بيعملوا تغليف، زي العمال اللي بيحملوا على العربيات تكاليف الإدارة والتمويل، اللي هي النواحي بتاعة العمال المحاسبية والإدارية والسكرتارية دي أعمال تكاليف تمويل أو تكاليف إدارية، ودي بتكون غير مباشرة لأنها ما دخلتش في عملية التصنيع تكاليف التسويق والبيع، الحاجات اللي أنا بعملها في الدعاية، والوكلاء، والمصرفات اللي أنا بعملها عند البيعين والمندوبين دي ما دخلتش في عملية التصنيع، فبقول عليها تكاليف غير إيه؟ تكاليف غير مباشرة طب عناصر التكاليف إيه لما أنت بتنتج أي منتج؟ قلنا تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة تكاليف مباشرة تبقى مواد وعمالة ومصرفات مباشرة التكاليف الغير مباشرة مصرفات صناعية وإدارة تمويل ومبيعات والمصرفات الصناعية دي اللي بتيجي على المواد الغير مباشرة والعمالة الغير مباشرة طب تعالى كده عناصر المؤيسة أنت دلوقتي لما بتيجي عايز تعمل مؤيسة لسعر بيع أي منتج هتعمل إيه؟ هجيب نمرة 1 تمان الخمات وحجيب نمرة 2 أجور العمال نمرة 3 هجيب المصاريف غير المباشرة اللي هي المصاريف بتاعة النسريات وعمليات التغليف والتحميل نمرة 3 هجيب الأرباح بس أنا لو جمعت تمن الخمات مع أجور العمال دي اسمها تكاليف أولية اللي غيغينا عنها ومش هتتغير يبقى إذن دلوقتي لو جمعت أجور العمال وتمن الخام حايديني هنا التكاليف الايه؟ الاولية طب لو جمعت التكاليف الاولية مع المصاريف الغير مباشرة اه حتديني تكاليف الانتاج طب لو جمعت تكاليف الانتاج مع الارباح يبقى دي اسمها التكاليف النهائية او التكاليف الكلية او سعر البيع يبقى لازم تبقى عارف ان تمن التكاليف الاولية بتسوي تمن الخام زي اجور العمال بعد كده التكاليف الانتاج بتسوي التكاليف الاولية اللي جات من تمن الخام واجور العمال لما جمعتها مع المصاريف الغير مباشرة بعد كده قلت التكاليف النهائية إننا نجمع تكاليف الانتاج مع الأرباح طيب تعال التسويق والبيع يعني أنا دلوقتي لو جيت أعمل دراسة للسوق لازم أعمل دراسة للسوق عشان أحدد المواصفات والمنتجات أو الخدمة المطلوبة اللي أنا هقدمها للناس ودي بتتم على كذا مرحلة المرحلة الأولى مرحلة ما قبل الانتاج المرحلة التانية مرحلة أثناء الانتاج المرحلة التالتة مرحلة ما بعد الانتاج المرحلة الرابعة مرحلة ما بعد الانتاج طبعا المزايدات دي بتتم بشكل عالني علشان أنشر إن أنا عايزة بيع أو أشتري حاجة معانة شروط المزايدة إن يدعف يدفع المتزايدون قبل الدخول مصاريف بتكون 20% من ثمن الصفقة نمرة اتنين إذا تأخر من راسع عليه المزايد في دفع باقي الثمن بعد ما يرسع عليه بيدفع رسوم دلالة في ظرف بتكون الرسوم ديت مصادر للتأمين تمام وخدمة ما بعد البيع أولاد اللي هي بتكون إن أنا يكون عندي عندي حاجات زي الصيانة وحاجات زي الضمان ولازم تبع عارف إن الصيانة ديت بتكون علشان أوفر للعميل اللي اطمئنان بتاعي طيب الضمان أنواعه إيه؟ عندي ضمان صريح وهو إن أنا أكون بقدم للمشتري بتاعي ضمان كتابيا أو شفاويا إنما الضمان الفعلي يبقى أنواع الضمان ضمان صريح وضمان إيه؟ فعلي الضمان الصريح إن يكون شفاويا أو كتابيا إنما الضمان الفعلي بتاعي وده إن يكون إن العميل يلاقيني وقت ما يكون محتاج عملية الضمان أسباب الضمان إن أنا شجع المستهلك من يشتري المنتج إن العميل أنا كده بكايني بفحص له المنتج اللي أنا ببعهوله ببحمي العميل من تلف أي سألة سلعة باحتمال وجود وحدات معيبة فأنا كده بضمنهاله وأشكال الضمان إن يكون فيه رضاء تام من العميل والالتزام بالمواصفات ويكون فيه سلامة في الأداء وخلوة من العيوب نتائج وجود الضمان إن العميل حيكون مطمئن وحعمل زيادة في المبعات وححمل المشروع باقي النفقات لازم تبع عارف إن فيه أسس للجودة إن أنا أكون عامل مرأبة للتصميمات ومرأبة للمواد ومرأبة تحت التشغيل علشان ده حيديني ثقة للعميل بكده يبقى إحنا شفنا الأقسام الإدارية وبعد كده حنيجي نشوف مع بعض إزاي بعمل حسابات التكاليف والمبعات إذا كنتوا عايزين تعرفوا إزاي حنعرف نحسب حساب أزمنة التشغيل وحساب التكاليف يبقى لازم تنتظروني في الحلقة القادمة إلا أنا أراكم على خير بإذن الله أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة